بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسي جديد من دروس لغتي الخالدة للصف الثاني المتوسط كنا قد بدأنا في الدرس الماضي حديث عن القراءة المتعمقة وستراتيجية القراءة المتعمقة التي هي الاستطلاع اليوم نستكمل هذه الاستراتيجية والحديث أيضا عن ما فيها يشاركني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الثانية الوحدة الثانية بعنوان نوادر وقيم نوادر وقيم وحدة نوادر وقيم أهداف الدرس أهداف عامة تتعلق بالوحدة وهدف يتعلق بهذا الدرس اكتساب اتجاهات وقيم متصلة في مجال النوادر وقيم وهذا هدف عام يتعلق بالوحدة أيضا اكتساب رصيد المعارفي واللغوي حول مجال النوادر والقيم حدف الخاص الذي تعلق بهذا الدرس هو استخدام استراتيجية قراءة متعمقة الأسئلة ترحل الأسئلة بدأنا في وحدة السابقة أخذت في استراتيجية قراءة متعمقة للإستطلاع وهنا تأخذ الأسئلة استراتيجية قراءة هذا عنوان الدرس القراءة المتعمقة هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك العودة إليه هنا أربعة أقرأ ثم أصل كل فكرة رئيسة أصل كل فكرة رئيسة بالسؤال المناسب لها لاحظ هنا فكرة ثم الأسئلة كل فكرة رئيسة تصلها بالسؤال المناسب لها هنا لاحظ هنا يروي الأصمعي عن ذكاء الأعراب وحضور بديهتهم التي تتجلى حتى في صبيانهم فيقول قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب أي سرك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنك أحمق فقال لا والله قلت ولما قال أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي ابن الجوزي أخبار الأذكية إذن لاحظ هذه الفقرة حديث أيضا وهذه يدخل في الحديث عن قصص في التاريخ ومن النوادر الحديث عن النوادر أيضا هنا الحديث عن الذكاء ذكاء العراب يروي الأصمعي عن ذكاء العراب وحضور بديهتهم التي تتجلى حتى في صبيانهم فيقول قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب أي سرك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنك أحمق فقال لا والله قلت ولما قال أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي ولاحظ هنا حديث عن أصمعي أيضا وكيف أنه يذكر أيضا من رواة من رواة العرب ومن من جمعه أيضا الأدب والتاريخ وتحدث عن ذلك هنا صفة ذهنية اشتهر بها العرب كبيرهم وصغيرهم هذه فكرة ولاحظ هنا فكرة أخرى رفض الغلام المال خشية من ويلات الحمق خشية من ويلات الحمق لاحظ الأسئلة ما السؤال المناسب لكل فكرة في هذه الفكرة على ما يدل رفض الغلام للمال الذي عرضه عليه الأصمعي على ما يدل رفض الغلام للمال الذي عرضه عليه الأصمعي أيضا هنا لما لم يرتضي الغلام أن يملك مئة ألف درهم وهو أحمق هذا سؤال أيضا سؤال ما الصفة التي اشتهر بها العرب ما الصفة التي اشتهر بها العرب لاحظ هنا هذه الأسئلة ثم طبعا تتصل كل فكرة رئيسة بالسؤال المناسب لها هنا الفكرة صفة ذهنية اشتهر بها العرب كبيرهم وصغيرهم فكرة ثم السؤال المناسب لهذه الفكرة ورفض الغلام المال خشية من ويلات الحمق أيضا هذه الفكرة ثم سنأتي بالسؤال المناسب لها ما السؤال المناسب على ما يدل رفض الغلام للماء الذي عرضه عليه الأصمعي هذا سؤال أيضا سؤال آخر لما لم يرتضي الغلام أن يملك مئة ألف درهم وهو أحمق سؤال آخر ما الصفة التي اشتهر بها العرب جميل ما السؤال الذي يناسب هذه الفكرة الأولى صفة ذهنية اشتهر بها العرب كبير ومصغير جميل هنا تقول ما الصفة صفة ذهنية اشتهر بها العرب كبير ومصغير هذه الفكرة سيارة هذه الفكرة إلى سؤال تقول ما الصفة التي اشتهر بها العرب طبعا الإجابة تكون هنا اللي هي الذكاء طيب رفض الغلام المال خشية من ويلات الحمق رفض الغلام المال خشية من ويلات الحمق هذه الفكرة ما السؤال لهذه الفكرة أو ما السؤال المناسب طبعا سؤال المناسب هنا على ما يدل رفض الغلام للمال الذي عرضه عليه الأصمعي أيضا رفض الغلام للمال خشية من ويلات الحمق والسؤال على ما يدل رفض الغلام للمال الذي عرضه علينا اسماعي جميل وهذا السؤال لا يعبر عن الفكرتين الموجودة طيب هنا أيضا استكمالا لقراءة المتعمقة على الاستطلاع جحة والوليمة جحة والوليمة وهذا أيضا ستأتي بأسئلة عنه رابط الدرس الرقمي هذا هو بإمكانك أعوده إليه دعي جحة يوما إلى وليمة دعي جحة يوما إلى وليمة فارتدى رداء عتيقا ووضع على رأسه عمامة بالية وتهيأ للخروج ولما رأته زوجته صاحت به لائمة خروجه بهذه الهيئة الزرية فرد عليها إن الناس يحترمونه لشخصه ليس لملابسه ثم حمل عصاه وركب حماره وانطلق إلى الوليمة دخل جحة المجلس فلم يجد من ينهض للقائه أو يرحب به فجلس حيث وجد مكانا وأخذ يحدث نفسه بأن صاحب الوليمة لم يتنبه إلى وجوده وبعد قليل دعا صاحب الوليمة ضيوفه إلى تناول الطعام فقام الناس ومعهم جحة وجلسوا على المائدة فجلس معهم من غير أن يهتم به أحد عند ذلك أسرع جحة عائدا إلى البيت وخلع عنه رداءه العتيق وارتدى آخر جديدا أنيقا وأسرع عائدا إلى الوليمة فلما وصل استقبله القوم بالترحابي وجلس إلى المائدة فملأ صحنه بألوان الطعام ثم أرخى رداءه في الصحن وقال كل يا رداء من هذا الدجاج المحمر والسمك المبهر فصاح الحاضرون في دهشة من هذا التصرف فرد عليهم بأن التقدير كان لردائه لذا فهو أحق بالطعام منه ولاحظ هنا الحديث عن جحة والوليمة من نوادر جحة الكبرى الدكتور درويش جويدي بتصرف هنا الحديث قصة التي وردت كيف أنه لم يهتم في البداية ولم يرتدي رداءا جميلا بل ارتدى رداءا باليا ولم يرحب به لكن لما ارتدى رداءا أنيقا فعرف ورحب به ودخل فهو عرف أن التقدير ليس لشخصه وإنما لما يلبسه من هذا الرداء هنا إذن هنا رداء أتيق أيضا ممعنى أتيق هنا قال أيضا بالي أتيق وبالي لأنه قديم ودعي جحة وسنعيد أيضا هنا ونقرأ بتمعون حتى أيضا نأتي بالأسئلة عليها دعي جحة يوما إلى وليمة فارتدى رداءا أتيقا أتيق ما معنى قديم جميل ووضع على رأسه عمامة بالية أيضا ما معنى بالية قديمة مهترئة ممزقة وتهيئ الخروج ولما رأته زوجته صاحت به لائمة خروجه بهذه الهيئة الزرية ما معنى الزرية هيئة التي غير جميلة غير مستحسنة أيضا لخروج لوليمة يعني ليس هيئة رجل يريد الذهاب إلى وليمة وإن هيئة شخص فقير أو شخص ليس مديه ما يملك جميل هنا فرد عليها رد عليها هو قال أن الناس يحترمونه لشخصه ليس لملابسه ثم حمل عصاه وركب حمارة وانطلق إلى الوليمة إذن هو كان ينظر إلى أن الناس لا تنظر إلى ملابسه وإنما تنظر إلى شخصه وكان يعتقد ذلك وهذا أيضا كيف فيها أداب زيارة وكيف أن الشخص مفترض أنه يلبس لملابس أنيقة ويأتي إلى الولائم إذا دعي إليها بملابس ليست ملابس رثة أو بالية أو عتيقة وهذه إذن تدخل في قيم تدخل في قيم دخل جحى المجلس فلم يجد من ينهض للقائه ثم لبس تلك الملابس أو يرحب به فجلس حيث وجده مكانا وآخذ يحدث نفسه بأن صاحب الوليمة لم يتنبه إلى وجوده وبعد قليل دعا صاحب الوليمة ضيوفه ولم يدعو طبعا جحى من بينهم ضيوفه إلى تناول الطعام فقام الناس ومعهم جحى وجلسوا على المائدة فجلس معهم طبعا هو اهتم بضيوف الكرام والذين دعاهم وضيوف خاصين وجحى من بقية الناس فلم ينظر إليه وأيضا أحس أنه لم يرحب به فجلس معهم من غير يهتم به أحد عند ذلك أسرع جحى عاد مرة أخرى عايدا البيت وخال عنه رداءه العتيق وارتدى آخر جديدا أنيقا وأسرع عايدا الوليمة فلما وصل استقبله لاحظ نختلف الوضع استقبله القوم بالترحاب وجلس إلى المائدة فملأ صحنه بألوان الطعام ثم أرخى ردائه في الصحن وقال كل يا ردائي من هذا الدجاج المحمر والسمك المبهر فصاح الحاضرون يعني استغرب من كان جالسا هنا في دهشة من هذا التصرف فرد عليهم بأن التقدير كان لردائه معنى أنه لم يقدر هو كشخص وإنما قدر بما يلبسه من ملابس لذا فهو أحق بالطعام منه جميل هنا أطبق الخطوتين الأولى والثانية الخطوة الأولى والخطوة الثانية هي استراتيجية القراءة المتعمقة عن الفقرة الآتية من نص جحى والوليمة جملة مفتاحية التي هي استطلاع طبعا هي خمس خطوات استطلع ثم أسأل ثم أقرأ ثم أجب ثم أراجع ونحن قد بدأنا في بحدة الأولى بالخطوة الأولى التي هي استطلاع ونحديث فيها عن جملة مفتاحية ثم بدأنا في هذا الدرس في الخطوة الثانية التي هي الأسئلة وضعنا سؤالا عن ذلك عن الفكرة الرئيسة تضع الفكرة الرئيسة ثم تحدد أو تسأل سؤال للفكرة الرئيسة التي تكون في الفقرة فهنا لاحظ دعية جحى إلى وليمة فارتدى رداء أتيقا هنا في جحى والوليمة ووضع على رأسه عمامة بالية وتهيئ الخروج وعندما رأته زوجته صاحت به لائمة خروجه بهذه الهيئة الزرية فرد عليها أن الناس يحترمونه لشخصه ليس لملابسه ثم حمل عصاه وركب حماره وانطلق إلى الوليمة هنا ما الجملة المفتاحية ثم أستطلع الآن أستطلع أطبق الخطوة الأولى التي تعلمتها سابقا قبل هذا الدرس وفي الوحدة الأولى ثم بعد ذلك ما موضعها لأن جملة مفتاحية هي التي تؤدي إلى الفكرة الرئيسة ثم بعد ذلك تأتي بالفكرة إن الجملة المفتاحية هي طريق إلى الفكرة الرئيسة وتوصلك إلى الفكرة الرئيسة بعد ذلك ستحول الفكرة الرئيسة إلى سؤال طيب ما الجملة المفتاحية التي توصل إلى الفكرة الرئيسة يعني أن عايزة تنهي جملة في الاستطلاع هي توصلك إلى الفكرة الرئيسة دعي جحى يوما إلى وليمة فارتدى لداء عتيقا ووضع على رأسه عمامة بالي وتهيئ الخروج لما رأته زوجته صاحت به لائمة خروجه بهذه الهيئة الزرية فرد عليها أن الناس يحترمونه لشخصه ليس لملابسه ثم حامل عصاه وركب حماره وانطلق إلى وليمة ما الجملة المفتاحية جميل هنا هذه الجملة المفتاحية التي تقود يعني الفكرة دعي جحى إلى وليمة فارتدى لداء عتيقا وضع على رأسه عمامة بالي وتهيئ الخروج طيب هذه جملة المفتاحية موضعها جميل هي أتت في بداية الفقرة أتت في بداية الفقرة ممتاز طيب هذه الجملة المفتاحية تقود إلى الفكرة ما الفكرة الرئيسة في هذا أو في هذه الفقرة ما الفكرة جميل هنا الفكرة أحسنتم هي استجابة جحى لدعوة وذهابه بهيئة رثة في البداية استجابة جحى لدعوة وذهابه بهيئة رثة ملعب سبالية وعتيقة هنا طيب نحول هذه الفكرة إلى سؤال طيب سؤالا لهذه الفكرة جميل هنا تقول هل استجاب جحى هل استجاب جحى للدعوة وكيف تهيأ لها استجابة جحى للدعوة نعم استجاب طبعا وذهابه بهيئة رثة إذن هنا تقول كيف تهيأ لها هذه هي الفكرة السؤال الذي يعبر عن الفكرة الرئيسة جميل إذن هذه الفقرة جملة مفتاحية في بدايتها في بداية الفقرة ثم وضعنا الفكرة الرئيسة هي استجابة جحى ثم محولنا هذا الفكرة إلى سؤال طيب هنا أطرح سؤالا أطرح سؤالا عن الفكرة الرئيسة كما يوحي به محتواء الفقرة الثانية من النص عد إلى النص وقرأ وقرأ الفقرة الثانية في النص ثم ضع الفكرة ثم السؤال عن ماذا يتكلم ثم ذهب ولم يرحب به أحد ثم عاد مرة أخرى إلى منزله وارتدى رباد ملابس أنيقة وعد هنا أطرح سؤالا عن الفكرة الرئيسة أطرح سؤالا عن الفكرة الرئيسة كما يوحي به محتوى الفقرة الثانية من النص اقرأ الفقرة الثانية بتمعون ثم من الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية إمكانك التعاون أنت أيضا وزمينك أو أنت وزمينتك إنما الفكرة الرئيسة جميل هنا تجنب لاحظ تجنب الحاضرون استقبال الجحة والترحيب به لم يرى أحد ثم دعي الناس إلى الوليما لم يرحب به أحد لأنه قد ارتدى ملابسا باليا طيب السؤال جميل هنا لم تجنب لما تجنب الحاضرون استقبال الجحة والترحيب به لم تجنب استقبال الحاضرون أيضا استقبال الجحة والترحيب به أو تقول كيف استقبال الحاضرون جحة أو ماذا فعل الحاضرون عند مجيء جحة كل ذلك توصل إلى الفكرة الرئيسة جميل هنا الفقرة الثالثة سنقرأ الفقرة الثالثة عد إلى النص وقرأ نيضر الفقرة الثالثة وتقول في فقرة الثالثة من نص جحة والوليمة طبعا لاحظ هنا ثم استبعد السؤال غير المناسب استبعد السؤال غير المناسب لمحتوى الفقرة من بين الأسئلة لاحظ هنا لم عاد جحة إلى البيت بعد قراءتك للفقرة الثالثة في النص أنت هنا تأتي بالسؤال مستبعد لمعاد جحا إلى بيته ثم علامة لام جحا الحاضرين و أيضا بما برر الحاضرون تقديرهم لهايئة جحا كيف استقبل القوم جحا ما السؤال المستبعد ما السؤال هنا إذن أقرأ الفقرة الثالثة من نص جحا والوليمة ثم استبعدوا السؤال غير المناسب استبعدوا السؤال غير المناسب لمحتوى الفقرة من بين الأسئلة معنى أنه بعد قراءة و التماع كيف أن جحا ارتدى ملابسا بعد دعوته لوليمة و ارتدى ملابس بالية ثم لم يدعوه أحد و جلس مع الحاضرين ثم عاد مرة أخرى إلى منزله و نبس ملابسا جديدة أنيقة ثم لما وصل رحب به و وضع ردائه و قال كل يا ردائي و أن التقدير لردائي و ليس لشخصه كما كان يقول إذن هنا ما السؤال المستبعد هنا يقول أقرأ الفقرة الثالثة من نص جحا و الوليمة ثم أستبعد السؤال غير المناسب السؤال غير المناسب أيضا من محتوى الفقرة من بين أسئلة لاحظ السؤال لمعاد جحا إلى بيته سؤال ثاني على ملام جحا الحاضرين على ملامهم السؤال الثالث بما برر الحاضرون تقديرهم لهيئة جحا ما السؤال غير المستبعد أو الذي لا يتعلق بالفقرة و كيف استقبل القوم جحا هذا السؤال الرابع كيف استقبل القوم جحا ما السؤال مستبعد جميل هنا أستبعد سؤالا لا يعبر عن الفقرة أو لا يعبر عن محتوى الفقرة أو ما دار فيها أو لا يصلح أيضا لهذه الفقرة جميل أحسنتم هنا بما برر الحاضرون تقديرهم لهيئة جحا وهذا هو سؤال مستبعد هذا هو سؤال مستبعد إذن هنا لمعاد جحا إلى بيته هذا السؤال لأنه لبس فلا بس لم يرحب به ثم بعد ولبس حتى يرحب به على ملام جحا الحاضرين لأنه أيضا في بداية لم يرحب به أحد ولم التفت إليه و أيضا كيف استقبل القوم جحا في المرتين في المرتين هنا هذا منزلي مطلوب منك أيضا أطبق الخطوتين الأولى والثانية القراءة ولاحظ خطوات القراءة الخمس التي هي استطلع ثم أسأل ثم أقرأ ثم أجيب ثم أراجع نحن بدأنا بالخطوة الأولى التي هي استطلع والاستطلاع تأتي بالجملة المفتاحية التي تقود إلى الفكرة الرئيسة و أنت تحدد أيضا مكان الجملة المفتاحية و أن الجملة المفتاحية هي تقودك إلى الفكرة الرئيسة إما في بداية الفقرة أو في نهايتها أو في وسطها ثم الخطوة الثانية التي هي أسئلة تأتي بفكرة الرئيسة ثم تحول الفكرة الرئيسة إلى سؤال الفكرة الرئيسة إلى سؤال وبعد ذلك القراءة يقولون القراءة قد تعدل السؤال لأنك هنا تعرف محتوى الفكرة الرئيسة فهنا أطبق الخطوتين الأولى والثانية التي هي استطلع واسأل الخطوتين الأولى والثانية التي هي استطلع واسأل القراءة المتعمقة على أحد المراجع القرائية بمكانك أن تأتي بمرجع هذا هو مطلوب منك أيضاً في نشاط المنزلي وتطبق الخطوات القراءة المتعمقة التي عرفتها هي استطلع خطوة أولا استطلع أن أحدد جبلة مفتاحية التي تقود للفكرة وأيضا أن تضع أحد الفكرة الرئيسة ثم تسأل عن هذه الفكرة هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم عن ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين